ونرحب بضيوفنا من باريس الباحث في معهد مونتين حكيم القروي أهلا بك أستاذ القروي من باريس أيضا أستاذ علم الاجتماع في جامعة سانتتين أحمد أبو بكر أهلا بك أستاذ أبو بكر ومباشرة من الجزائر أستاذ العلاقات الدولية دكتور زهير بو عمامة أهلا بك دكتور بو عمامة أبدأ معك سيد القروي ماذا تبدل منذ العام 2017 ونتيجة فوز إيماني لماكرون وهذا الفوز اليوم لجهة الأرقام والبرنامج السياسي أنت كنت مقرب لماكرون قبل وصوله إلى الإليزة أي من الهواجس وحتى التحديات التي سيواجهها في ولاية ثانية لخمس سنوات جديدة التحدي الأول السياسي هو داخلي وينبغي الإصلاح والمصالح بين الفرنسيين ما أظهرته هذه الانتخابات هو انقسام كبير بين أعلى المجتمع وأدنى المجتمع وفرنسا الجيدة وفرنسا التي تسير أمورها بطريقة سيئة ماكرون طبعا جمع الكثير ولكنه لوحده ولا يبغي أن يجد نفسه أيضا في مواجهة الغضب لوحده والغضب مهم بالنسبة للفرنسيين من أصول عربية والمسلمين فهناك ارتياح كبير لأن لوبان هي اليمين المتطرف وهي معادات الأجانب ومعادات الإسلام وكره الإسلام لوبان ربما هي أكثر فناخب زمور وناخب لوبان وبالنسبة للعالم العربي فهذه الاستمرارية في الصداقات مع دول الخليج العربي والتي طبعا خاصة منها الإمارات العربية المتحدة ثم الصداقة أيضا معقدة ربما مع دول المغرب مع المغرب وربما ليس هناك تيك الرغبة في الماضي أما في الجزائر فالرئيس ماكرون حاول المصالح بين البلدين ولكنه لم ينجح لحد الساعة ومع تونس الأمر معقد جدا لأن السلطة في تونس ليست موجودة بطريقة ما إذن طبعا التحديات كبيرة التحديات الداخلية والخارجية وبالنسبة للفرنسيين من أصول عربية ومسلمة فهناك فرح وهناك رضا أستاذ بعمامة سيد القروي تحدث عن هذه العلاقة المعقدة مع الجزائر سينجح ماكرون في تذليل هذه العقبات والتقليل من المواقف التي اعتبرتها الجزائر بأنها استفزازية وذهبت العلاقة إلى التعقيدات لسنوات مساء الخير تحية لكم ولضيوفكم الكرام السؤال موجه لي نعم أستاذ زهير السؤال موجه لك بشأن العلاقة الفرنسية الجزائرية هل سمعت السؤال نعم سمعت السؤال وسأجيبك يعني لا شك أن العام الأخير من العهدة الرئاسية السابقة للرئيس ماكرون كان سيئا وكان عنوانه أزمة عميقة غير مسبوقة بين البلدين وبكل أسف الذي تسبب فيها هو الرئيس ماكرون بحد ذاته ربما لأسباب أهمها الحسابات الانتخابية التي تكون قد سقطت اليوم لذلك أعتقد بأن ما تفضلت به من أن الرجل حاول بعد أن رأى كرة الثلج تكبر والأزمة تتعقد مع بلد يدرك الفرنسيون جيدا أهميته بالنسبة لهم حتى بالنسبة لبعض الحسابات الانتخابية الداخلية وبلد مهم أتكلم عن الجزائر هنا في المنطقة في المغرب العربي وفي عموم أفريقيا الخطوات التي قام بها الرئيس ماكرون استقبلت يعني بإيجابية من قبل السلطة في الجزائر ولكن عدتها غير كافية وأعتقد بأن جرى الاتفاق في الزيارات الأخيرة لوزير خارجية ماكرون على تأجيل البت والبحث في بعض الملفات إلى حين مرور الاتخابات الرئاسية والآن هناك اعتقاد هنا في العاصمة الجزائرية بأن الرئيس ماكرون إذا أراد أن يمضي بالعلاقات كما قال في بداية عهدته السابقة حين زار البلد هنا مترشحا في 2017 أن يقلب الصفحة وأن يذهب إلى علاقات أخرى يستطيع الآن بالنظر لأمرين أول أمر أنه رئيس الآن في العهدة الثانية وهو مطلق اليدين تماما وكل الحسابات الانتخابية ستغيب الآن ويستطيع أن يمرر ما يريد طبعا شريطة أن يستطيع أيضا أن يحسم لنفسه رهانا سياسيا قويا قادما وهو أن يحصل على أغلبية برلمانية تسمح له بأن يمرر ما يريد والسبب الثاني في اعتقاد أنه جرب اللاعب على ملفات حساسة مع الجزائر وجاءه الرد بطريقة أعتقد تجعله الآن يحسب ألف مرة قبل أن يحاول مرة أخرى أن ينبش فيما يمكن أن يؤدي مجددا إلى طفو الخلافات مع الجزائر بما لديها من تذاعيات اقتصادية وجيوسياسية على فرنسا وعلى علاقتها بعموم المنطقة أعتقد بأن ماكرون سيبادر صدر ذلك وأنا أتفق مع الزميل قبل قليل الذي قال بأن الأولوية لماكرون بالنظر إلى ما رأيناه في هذه الانتخابات ستكون للداخل الفرنسي على الأغلب ولكنه بعد ذلك أعتقد بأننا نترقب ونتمنى خطوات مصالحة من جهته في إطار إعادة بناء علاقة بين البلدين مبنية على الاحترام بعيدة عن الوصاية وعلاقة أيضا تأخذ بعين الاحتبار مكانة الجزائر وإمكانياتها وأعتقد بأن المصالح الكبيرة والترابط الإنساني الموجود بين البلدين لدينا أكثر من خمس ملايين فرنسي من أصول جزائرية وجالية جزائرية كبيرة جدا في فرنسا ولفرنسا مصالح اقتصادية كبيرة هنا أيضا ولذلك أعتقد أنه ربما حان الوقت للذهاب نحو علاقة أخرى من دون أعتقد هذه مهمة أيضا من دون أن يطالب الجزائريون بأن يتجاوزوا ذاكرتهم أو أن يقدموا تنازلات وصلت هذه الفكرة أستاذ أبو عمامة أستاذ أحمد أبو بكر تذليل كل هذه الملفات السابقة والمرتبطة بمواقف الرئيس إمانويل ماكرون كيف يمكن البناء على هذا العمق التاريخي لملايين الفرنسيين من أصول عربية وتحديدا من دواد المغرب العربي لأسنوات الخمس المقبلة أود فقط أن أقول بأن نتيجة الانتخابات هي نتيجة مطمئنة وحتى ولو أن 42% من الأشخاص الذين صوتوا لليمين المتشدد طبعا هذا فضيع ولكن النتيجة مطمئنة ولكن في الوقت ذاتي أقول بأن ماكرون ربما ليس مطمئنا لأنه في 2017 إمانويل ماكرون لم يكن من اليمين أو من اليسار ولكنه قاد سياسة كانت ليبرالية أو نيو ليبرالية كانت طبعا تشجع الأغنياء وتعمل لصالحهم على حساب الفقراء وطبعا الطبقة الفقيرة في فرنسا أغلبها تعود أصولهم إلى المهاجرين إذن البطالة والتهميش والفصل كل هذا لم يتغير أثناء مدة الرئاسية الأولى لماكرون إذن نود أن يتغير هذا بكل تأكيد في المدة الرئاسية الثانية وحتى طبعا وهذا يفسر التصويت الكبير من الضواحي وأيضا الامتناع الذي كان كبيرا في الدورة الثانية وهذا من المهم أن نذكره ومثلا سيد ماكرون قال بأنه ضد العنصرية وأنه ليبرالي ثقافيا ولكنه كان ربما سببا في القوانين التي وضعها فيما يخص الانفصالية الإسلاموية وأيضا دعا أو إلى خطاب يكون مائلا إلى اليمين المتجدد حينما تحدث مثلا عن الإسلام اليساري في الجامعات ماكرون كان رئيسا ربما هاجم جزءا من المجتمع وأصبحت العنصرية عادية في زمنه أعتقد بأنه في الخمس سنوات المقبلة عليه أن يأخذ في عين الاعتبار هذه الجالية المهمة وبأنه ينبغي التوقف عن اعتبار هذه الجاليات كأشخاص لا يوجدون فهذا شيء ضروري وينبغي الحملة الانتخابية طبعا كانت عنيفة جدا أيضا فكان هناك زمور مثلا الذي كان يدعمه الكثير من الإعلام وتحدث عن طرد اللاجئين والعديد من الأمور هذا عار بالنسبة لفرنسا والرئيس ينبغي ربما أن يعتذر حتى للاجئين بسبب عنف هذه الجدالة السياسية أستاذ القروي ضيفنا من باريس دكتور أبو بكر وأيضا ضيفنا من الجزائر دكتور أبو عمامة تحدث عن عمق هذه الأزمة أو عن النقاط الخلافية العميقة ما المطلوب من الإليزي من دور الخارجية الفرنسية لتجاوز هذه ربما الأفكار الثابتة لدى الفرنسيين من أصول دول المغرب العربي أعتقد أنه بالنسبة لإيمانيو الماكرون الأمر الضروري بالنسبة لي هو التطلع إلى المستقبل وهذا يعني بناء أشياء فنحن بحاجة إلى أوروبا قوية أوروبا تكون مرتبطة بولايات المتحدة من خلال النيتو ولكنها تكون مستقلة أكثر وذات سيادة أكثر وما يحدث في أوكرانيا والجنون القاتل لروسيا وبوتين هذا يظهر بأن هذا سيكون أولويته الجيوسياسية والسياسية وأيضا للعمل مع الألمان ليكون مستقلين أكثر والاستثمار في الجيش والاستثمار في الاستقلال في مجال الطاقة وأيضا تعزيز العلاقة مع المغرب وطبعا ضيفك من الجزائر يقول نعم الجزائر الآن لديها موقف قوي لأن لديها الغاز فألمانيا وإيطاليا طبعا تبحثان الآن عن الغاز ورئيس الوزراء الإيطالي دهما إلى الجزائر لشراء الغاز رغم العقول طويلة الأمد مع الجزائر إذن الأولوية الأولى هي بناء أو إعادة بناء أوروبا الأولوية الثانية هي بأن يضمن بأن أوروبا لا تتوقف أوروبا وبأن البحر المتوسط لا يكون حدودا وبأنه سيكون هناك عمل أيضا مع المتوسط وبأن شمال إفريقيا والمغرب العربي بأن يندمج مع أوروبا مع إسبانيا وإيطاليا وفرنسا لذلك ينبغي المصالح مع الجزائريين طبعا ليس هذا سهلا لأن رئيس الجمهورية ماكرون قال وكان محقا بأنه في وقت من الأوقات السلطات الجزائرية تريد المصالح مع فرنسا لأن هذا يشكل ربما جزءا من تاريخ سلطة الجزائرية بأن تكون في نزاع مع فرنسا ولكن هناك مصالح مصاركة وأنا آمل من جانب الجزائر وفرنسا بأننا سنغتلم هذه المصالح المشتركة ونحارب اليمين المتطرف أما بالنسبة للخليج فالعلاقة جيدة جدا مع الإمارات العربية المتحدة فالعلاقات بين الشيخ محمد بن زايد وإيمانويل ماكرون رائعة جدا ومقربة كثيرا والموضوع الآن هو أين يذهب الخليج هناك توترات مع إيران والتي انخفضت وهناك التقارب مثلا مع الاتفاقيات الإبراهيمية مع إسرائيل ومع المغرب وهناك أيضا ربما الابتعاد عن الولايات المتحدة ورأينا في الحرب مع أوكرانيا ودول الخليج التي لم تكن تريد زيادة إنتاجها إذن نرى بأن هناك استقلالا أكثر لدول الخليج دول الخليج تريد أن تلعب دورا في المسرح العالمي تجاه الصين والولايات المتحدة وإسرائيل هم فهموا بأنه لا ينبغي التمادي بعيدا في النزاع مع إيران وفرنسا عليها أن تجد مكانها وفي نفس الوقت دول الخليج عليها أن تجد طبعا نفسها في الموقف الفرنسي والأوروبي الكثير من الأمور على المحق وفي الوقت ذاته خطير ولكن ربما هذه نتيجة الالتخابات دكتور بو عمامة السنوات المقبلة في هذه العلاقة المبنية أيضا على علاقات تاريخية وعلى عمق ثقافي أريد منك فقط في دقيقتين قبل لينتهي وقتنا إجابة مختصرة على نقاط القوة في بناء هذه العلاقة من جديد بعيدا عن الأزمات السابقة يعني كما قلت هناك هذه العلاقات الإنسانية يكفي أن نقول أن هناك أكثر من خمس ملايين جزائري وقوة انتخابية كبيرة هذه المرة أيضا ومعظمهم ربما في الضور الأول كان قد صوت لميلانشان ولكن في الضور الثاني ستظهر التقديرات والأرقام بأنهم صوتوا لماكرو لأسباب واضحة جدا ثم أن فرنسا أيضا تغامر بإساءة العلاقة مع الجزائر بمليارات الأوروهات وفي سنتين الماضيتين تعلمون كيف أن الجزائر أيضا بشكل أو بآخر لعبت بورقة المصالح الاقتصادية حين ساءت العلاقة السياسية بين البلدين لذلك علاقات سياسية مبنية على الاحترام المتبادل ومبنية أيضا على حق الجزائريين في أن يطلبوا أن تقدم فرنسا اعتذارا عن جرائم السعمارية السابقة وأن تعالج ملفات كثيرة ملفات التجارب النووية ملفات المفقودين ملفات الأرشيف الجزائري الذي لازلنا نطالب به بمعنى أن ماكرون إذا أراد أن يمضي قدما في بناء علاقة أخرى وكان قد قال قبل قليل حين سمعناه بأنه سيذهب في العهدة الثانية إلى سياسات مخالفة أعتقد بأنه يمكن أن يمارس الشأن ذلك مع جزائر في دقيقة واحدة دكتور أحمد بو بكر البناء على هذه العلاقة الجديدة للخمس سنوات المقبلة محكوم بنتائج هذه الانتخابات أيضا بدور الخارجية الفرنسية وربما بالنظرة إلى كل بتجاوز كل الأزمات السابقة من فضلك من جديد الإجابة في دقيقة أود فقط أن أؤكد على أمر أعتقد بأن ماكرون لا يمكن أن يقول بأنه من اليمين أو اليسار من الضروري أن أفهم بأن فرنسا هناك يسار قد ولد وقد ظهر مرة أخرى أن في هذا اليسار كان تدعمها الجاليات التي تأتي من المغرب العربي إذن ينبغي الاعتماد على تلك الجاليات أعتقد بأن هذا هو الخبر المهم في فرنسا هناك جالية تصوت لليسار بكثرة وهذا مهم جدا هذه الجاليات طبعا أيضا تم مثلا التقرب إليها إذن هناك تحرك من التنظيمات حتى لا يكون هناك اعتبار لهم بأنهم خارج الحياة الفرنسية وأنه لا ينبغي التضحية بهم في النقاش السياسي وبأنهم موجودون أعتقد بأن هذه الجالية موجودة بقوة أشكرك جزيلا شكر أستاذ أحمد بو بكر أستاذ علم الاجتماع في جامعة سانتتينك وتمعنا من باريس من سيديوهاتنا في الجزائر أستاذ علاقات الدولية دكتور زهير بو عمامة ومعنا من هنا من سيديوهاتنا أيضا في العاصمة الفرنسية البحثي معهد مونتين حكيم القروي شكرا جزيلا لكم